اهلا وسهلا بكم من جديد احنا دلوقتي بنكمل مع بعض مراجعة الوحدة الاولى الخاصة بالصف الثاني الاعدادي للمنهج العلوم تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم احنا كنا بنتكلم كده في السريع على الدرس الاول والثاني والثالث والرابع جمعنا مع بعض التفاعلات الكيميائية ككل فنهمني جدا ان انت تكون كاتب كل حاجة عشان تبقى معك زي ورقة كده نتجمع فيها كل المعادلات طيب وبعدين دلوقتي هنبتزي نحل مع بعض وغير كده هبتزي اجمع لك كل المسائل الخاصة بالوحدة الاولى ككل دعالوا كده نشوف اول حاجة على سكرين لو جمعنا المسائل هتبقى عاملة ازاي طيب احنا دلوقتي بنجمع مع بعض كده المسائل الخاصة بالوحدة الاولى ككل اتفقنا من المرة اللي فاتت ازاي التوزيع الالكتروني ممكن يحللي نوعين من انواع المسائل بصوا معاي كده يعني ولنا افترض مثلا قال لي حدد موقع العنصر وقال لي اي حاجة لو قال لي مثلا اكس ما جابليش حتى رمز العنصر وقال لي مثلا ان هو العدد الزري ليه واحد يبقى هعمل توزيع الالكتروني اهو نواع فيها واحد روتون يعني وبعدين هوزع اقول المستوى الطاقة ده في واحد الالكتروني وفي الحالة دي هبتدي اعمل ايه بقى؟ في الحالة دي هبتدي اقول ان رقم الدورة ورقم المجموعة رقم الدورة بتساوي عدد مستويات الطاقة طيب مستويات الطاقة هنا كام؟ واحد يبقى دي في الدورة الاولى طيب رقم المجموعة عدد الالكترونيات في مستوى الطاقة الاخير طيب هو الالكترون واحد بس يبقى واحد وأخلي جنبه الحرف ايه ويبقى دا كده اول نوع من انواع المسائل طيب من نفس التوزيع الالكتروني ده هيحللي حاجة تانية ايه الحاجة التانية اللي عندي؟ لو هو قال لي موقع العنصر وعايزني انا استنتج العدد الزري يعني هعكس مثلا يقول لي عنصر موجود في الدورة الثانية والمجموعة 1A اوجد العدد الزري هو بيقول لي درقت الدورة الثانية يبقى هرسم مستوين طاقة والنواع لسه مجهولة عدد البروترونات اللي جوه طيب وبعدين مستوى الطاقة الاخير فيه الالكترونات بتساوي رقم المجموعة رقم المجموعة هنا 1 يبقى فيه 1 الالكترون وكل المستويات اللي قابله هتتميلي بالكامل المستوى اللي اسمه K ده بيتميلي ب2 الالكترون يبقى بالشكل ده العدد الزري بيساوي الرقم ده زائد ده 2 زائد 1 بيساوي 3 يبقى العدد الزري هنا بيساوي 3 ادي كده اول مسألتين تعالوا نشوف بقى المسألة التالتة ودي موجودة في الدرس الرابع بصوا معي احنا في التحليل الكهرابي للماء كنت باجي اقوم اي لان التحليل للماء ده ما بيحصلش غير كهرابيا وبس وبيدي الغازين المكونين للماء اللي هو الهايدروجين والأكسجن H2O يعني نسبة الهايدروجين 2 ونسبة الأكسجن 1 بس احنا الواحد ما كناش بنكتبه يبقى الماجيكل تريانجل اللي عندي هيقول ان حجم غاز الهايدروجين بيساوي اتنين في حجم غاز الاكسجن وهو بقى حسب ما يقولك في المسألة لو قالك احسب حجم غاز الهايدروجين يبقى هتقول الاكسجن في اتنين طيب لو قالك حجم غاز الاكسجن يبقى حجم الهايدروجين على اتنين اهو تمام وبالشكل ده يهميني كمان تفتكر ان الهايدروجين هي اهي موجودة عند المهبط او هقولك دلوقتي اللي بيبقى الطرف عنه يطرف فيهم الطرف السلب اما الاكسجن فدي كده عند المسعد او عند القطب الموجب ويبقى بالشكل ده دي كل المسائل اللي ممكن تجيلك في الوحدة الاولى تعالوا بقى نحل المسائل بتاعتنا ونشوف الاسئلة بتجي ازاي يولو بينا احنا دلوقتي كده جمعنا مع بعض المسائل والقوانين تعالوا بقى نبتزي نحل الاسئلة بانواعها ككل بس يزيد مبدئيا لو قال لي ما فئة عناصر المجموعة 1A بس سريعة سريعة ده سؤال سهل قوي قوي مجموعة 1A كانت موجودة في أول فئة فئة S وتكافؤ العناصر الموجودة في 1A كله طالما 1A يبقى عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الأخير واحد بس يبقى بالشكل ده تكافؤها أحادي هل توصل في لزات الأقلاء الحرارة والكهرباء؟ أنت عارف أن الفلز أصلا صفاته أنه بيوصل حرارة وكهرباء كويس تبزي في لزات الأقلاء يعني أقوى الفلزات يبقى هي كمان جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء تعالى بعد كده على كسافة في لزات الأقلاء أنت فاكر من سنة أولى أن لما أنا باجي أحط دلوقتي بضيف حاجة للماء كسافة الماء بتساوي واحد يبقى أي حاجة كسافتها أقل من واحد بالشكل ده هتترفع لفوق وتطفع على سطح الماء وأي حاجة كسافتها كبيرة نسبيا أكبر من كسافة الماء هتبتزن هي تغوص بص معايا كده على الرسمة ليسيوم سوديوم بوتاسيوم أقل من واحد يبقى بالشكل ده يطفو ولا يغوص طالما أقل يبقى هيطفو على السطح روبيديم وسيزيوم أكتر من واحد يبقى في الحالة دي لما يجي أهضفهم على الماء هتبتزن هم يغوص طيب لما يقول لي لماذا يحفظ السوديوم والبوتاسيوم تحت سطح الكيروسين أنا المرة دي بقى خلاص خلصت كل حاجة عن إضافتهم للماء وبشوف كده ليه بنحفظهم ونحطهم في كيروسين الفكرة كلها إن السوديوم والبوتاسيوم في الإزات الأقلاء ككل يتفعلوا بشدة جدا 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 مع الهواء الرطب وفي الحالة دي بيبتد أن هم يعملوا زي التفاعل ده 2 سوديوم بلس 2H2O في الحالة دي هيطلع هايدروكسيد السوديوم زائد هايدروجين والهايدروجين مش هيطلع كده بسلام لأ ده هو هيعمل فرقع ففي الحالة دي دايما لازم نحن نحطهم تحت سطح الكيروسين لأن هم هيغوصوا تحت الكيروسين ويتعزلوا عن الهواء الرطب وبالشكل ده ما يعملوش أي فرقع طيب الفوتاسيوم أكثر شدة في التفاعل مع الماء ليه الموضوع ده؟ مش احنا اتفقنا أن كلما نكبر الحجم الزري كلما في الحالة دي في فلزة هيكون أقوى يعني هتفاعل بشدة أكتر بكتير مع الماء يبقى في الحالة دي هقول لأن الحجم الزري للبوتاسيوم أكبر من الحجم الزري للسوديوم وهنا ما فيش تفاعل أنت من هنا ورايح أي حاجة لها معادلة لازم تكتبها حتى لو سؤال علم عادي جدا لازم تذكر المعادلة هل يطفو السوديوم أم البوتاسيوم فوق سطح الماء؟ ولو الاتنين بيطفوا أو بيغوصوا ليه السبب ده؟ احنا لسه مجاوبين كل من السوديوم والبوتاسيوم بيطفوا فوق سطح الماء لأن كسافتهم أقل من كسافة الماء وبالشكل ده يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال لكن الروبيديوم والسيزيوم قلنا أن هما بيغوصوا لأن كسافتهم أكبر بكتير طيب اكتب معادلة تفاعل كل من غاز الكلور مع بروميد السوديوم كلور يبقى CL2 بروميد السوديوم يبقى NABR التفاعل ده بيفكرني بأنهي نوع من التفاعلات اللي احنا كتبناهم كنا بنقول أن الهالوجينات ككل القوي بيطرد ضعيف الكلور أقوى ولا أضعف من البروم كلور بروميد الكلور جي الأول يبقى أقوى يبقى هيطرد البروم ويبقى ده التفاعل بتاعي NABR بس هيبقى اثنين جزئي المرادة زائد CL2 CL هتطرد الBR وتقعد مكانها يبقى NACL زائد BR2 وما نساش ان كلوريد السوديوم اللي هيطلع هيبقى قدامه الرقم اثنين كده معادلاتنا موزولة ونبتزي نحل نوع تاني من الأسئلة اخترم الإجابة الصحيحة يعتبر نقاط من الهالوجينات احنا فاكرين الهالوجينات كلور بروم يود أستاتين يبقى طبعا الكلور يحل نقاط في محلي الأملاحه بص بقى كده كلور محل البروم بروم بدل الفلور يود كلور يود مع الفلور ركز معايا احنا كنا نقول كلور بروم يبقى اول واحدة هي اللي صح الكلور محل البروم علل تسميت فلزات المجموعة 1A بالأقلاء مش احنا اتفقنا ان فلزات الأقلاء ككل بتتفاعل مع الماء مكونة قلويات يبقى في الحالة دي ده السبب ان هما سموها فلزات الأقلاء يستخدم النيتروجين المثال في حفظ قرانية العين اش معنى؟ الفكرة ان النيتروجين المثال درجة غليانه قليلة جدا سالب 196 درجة مقاوية وهو ده السبب اللي بيحفظه فيها قرانية العين ركز معايا كده في السؤال ده السؤال ده عندك في كتاب المدرسة وكان عايز ان انت تبصي كده على الرموز دي وتبتدي تحدد مين فيهم غاز خامل مين فيهم فلز قوي وهكذا المهم ان انت تكون عارف ان كل الرموز دي مش الرموز الحقيقية هو عامل كده عشان يشوفك انت فاهم ولا لا طيب اولا بيقولك فين رموز الغازات الخاملة الغازات الخاملة انت عارف ان هي اخر حاجة خالص في الجدوة يبقى بالشكل ده هي ان و او طيب في لزات الاقلاء انت عارف ان في لزات الاقلاء هي في المجموعة وان اي في الفئة اس يعني اول حاجة في الجدوة يبقى هي اي و بي الهالوجينات الهالوجينات هي اول حاجة على طول ابن الغازات الخاملة يبقى هي L و M نكمل السؤال اكثر الفلزات نشاطا انت عارف ان الفلزات القوية في المجموعة وان اي واقواهم يبقى انا اختار واحد بس مش كل الفلزات القوية يعني هو يدوبك بي و بس يرجع يقول لي اكثر الفلزات نشاطا يبقى في الحالة دي انا هجيب حاجة من الهالوجينات واقواهم على اطلاق اللي هو اول حاجة يبقى L ويبقى بالشكل ده احنا هنطلع دلوقتي عشان نحل شوية مسائل ونرجع نكمل الاسئلة بتاعتنا يلا بنا نشوف دلوقتي بقى احنا هنحل مسائل عشان شوفكم كنتم مركزين معايا على سكرين ولا لا بيقول لي ما النسبة بين حجمي الغازين المتصاعدين فوق القطب السالب احنا قلنا القطب السالب هيبقى هو على طول المهبط اللي هيروح عنده الهايدروجين والقطب الموجب اللي هو المسعد دي من الاسئلة اللي ممكن يكون هو شوية بيلعب في الانفاص كده ما بين المهبط والقطب السالب مثلا مين الغاز اللي بيشتعل بفرقعة مين الغاز اللي بيتوهج لما اقرب ليه ثقاب مشتعل بس يسيد حجم الغاز المتصاعد عنده المهبط اللي هو الهايدروجين يعني احنا اتفقنا انه هو بيساوي ده في حجم الغاز المتصاعد عند المصعد يعني الاكسوجين لو عكس وجبه لك في اكمل يبقى تقول نص لو نفس الشكل كده يبقى هيكتب الهايدروجين هو ضعف الاكسوجين طيب ما اثر تقريب شازية متقدة من الغاز المتكون عند المهبط المهبط يبقى هو ده الهايدروجين يبقى طبعا هيعمل فرقعة اما لو انا قلت عند المصعد يبقى في الحالة دي هو الاكسوجين وده اللي بيتوهج عنده عود الثقاب المشتعل الرسمة دي او الرسمة اللي جاية اللي اتنين دول بيعبروا عن التحليل الكهرابي للماء وفي الحالتين انا عندي هنا كده القطب الموجب هيبتدي يروح عنده غاز الاكسوجين وهو ده اللي اسمه المصعد والقطب السالب هو ده المهبط هيه يبقى عنده غاز الهايدروجين وطبعا الناحية اللي فيها هايدروجين الغازات اهي البابلس اللي طالعة دي ضعف البابلس بتاعة الاكسوجين ويبقى في الحالة دي كده انا عندي حجم الهايدروجين ضعف الاكسوجين طبعاً من التركات البسيطة اللي بتيجي في الجزء ده إن أنا لازم المية دي تكون مية مضاف إليها حمض معين أو ملح ليه؟ عشان تبقى جيدة التوصيل للكهرباء لازم برضو يكون الأسلاك متوصلة بالبطارية معنا ما ينفعش عامل تحليل كهرابي وأنا الأسلاك مش وصلة ببعض يبقى زي كده التركات اللي ممكن تجيلي في التحليل الكهرابي للمية ماشي الكلام إيه دي الرسمة التانية لنفس الحاجة نفس الفكرة بالضبط أنا بعمل تحليل كهرابي ليه؟ المية يبقى المية اللي هنا لازم يكون مضاف إليها حمض أو ملح دي أول حاجة الأسلاك متوصلة كويس بالبطارية دي تاني حاجة تالت حاجة بص كده عندي الناحية السالبة أهي هتبقى دي القطب اللي عنده هيتكون الهايدروجين يبقى هو ده المهبط ويبقى الغاز بص كده البابلس دي هي الغاز ده الجزء الأبيض الشفاف اللي فوق يبقى حجم الغاز ده ضعف حجم الغاز ده اللي هو الأكسجين واللي عنده المصعد اللي هو برضو الطرف إيه الموجب ده كده كل حاجة عن الرسمة ممكن يجيب لك الرسمة ويقول لك هنا ده إيه؟ ده كده مية مضاف إليها H2SO4 اللي هو الحمض ممكن يشاول لك على البابلس اللي فوق المية دي ويقول لك إيه دي؟ البابلس دي أكسجين لكن دي كده هايدروجين ممكن يجي لك على الأقطاب هتشوف الناحية اللي عندها غاز قليل يبقى ده القط بالموجب واللي عندها غاز كتير غاز مش مية غاز أهو الشفاف اللي فوق ده هو ده القط السالب ده كده بالنسبة للرسمة لو قال لك اكتب الحاجات اللي على الرسمة اكتب البيانات طب بالنسبة للأسئلة بقى ممكن يقول لي مثلا اكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل ده هي ايه المعادلة اللي هنا؟ مش احنا اتفقنا ان المعادلة الخاصة بالمية هي معادلة واحدة بس بتاعت التحليل الكهرابي للماء يبقى في الحالة دي هقول 2H2O ولازم اكتب على السهم تحليل كهرابي ما نساش يطلع 2H2 بلاس O2 حلو كده يلا اللي بعده يقول لي مثلا ما حجم الغاز الذي يشتعل بفرقعة اللي بيشتعل بفرقعة هو الهايدروجين طبعا يبقى بالشكل ده حجم الهايدروجين هو المجهول وانت عارف من الماجيكل تريانجل ان حجم الهايدروجين بيساوي 2 في حجم الأكسوجين يبقى حجم الهايدروجين بيساوي 2 في 6 يعني بيساوي 12 سنتيمتر قصة 3 يبقى احنا كده خلصنا كل حاجة عن المسائل تحليل الكهرابي للماء يلا بينا نركع خلصنا اسئلة المسائل يلا بينا نشوف اسئلة جديدة مقالة بيقول لي اذكر استخداما واحدا لكل من السوديوم المسال المسال انت عارف ان كل العناصر اللي احنا عارفنا لها اهميات كانت على بعض كده في اخر الدرس التالت زي مثلا السوديوم المسال وقلنا ان ده هو في لز قوي جدا جدا يعني موصل قوي جدا للحرارة فهينقل الحرارة من قلب التفاعل الى خارجه دي اول حاجة تاني حاجة بالشكل ده هنحصل على الكهرباء من الطاقة البخارية اللازمة اللي خارجه من السوديوم طيب تاني حاجة كانت الكوبلت ستين المشاع ايه الفكرة ليه بنقول الكوبلت ستين مش انت عارف ان فيه عناصر لها نظائر النظير اللي عند الكوبلت والعدد الكتلي بتاعه ستين هو ده اللي بيستخدم في حفز الاغذاء فعلشان كده بيقولك الكوبلت ستين مش اي كوبلت لك الكوبلت العدد الكتلي بتاعه ستين ده مشاع وبيبتزن هو يخرج اشاعة جاما ايه لازمة اشاعة جاما؟ هي بتمنع نمو الجرسيم ولما بتتضاف بنسبة قليلة لا تؤثر على صحة الانسان يبقى علشان كده الكوبلت ستين مشاع بيستخدم في حفز الاغذاء علم لان اشاعة جاما الصادرة عنه تمنع تكاثر الجرسيم من غير ما تأثر على صحة الانسان يلا بينا نكمل السيليكون انت عارف ان السيليكون من اشباه الموصلات او اشباه الفلزات يعني يعني بالشكل ده يستخدم فيه شرائح اجهازة الكمبيوتر لانه هو هيكون توصيله للكهربا معتمد على درجة الحرارة لو درجة حرارة الجهاز عالية اوي هيهنج وبالشكل ده يقلل شوية توصيل الكهربا تاني حاجة الجدول ركز اوي اوي في الجدول ده كده وشوف المعلومات اللي هو كاتبها على كل عنصر X بيزوب في الماء وغيز رديء التوصيل للكهربا والكثافة قليلة اقل من واحد Y بيتفاعل مع الماء كويس جدا صلب طالما صلب يبقى فيه امكانية ان هو يكون فلز جيد التوصيل للكهربا يبقى ده كده فلز الكثافة بتاعته عالية اعلى من واحد يبقى دي برضو الكثافة بتاعته كبيرة Z بيتفاعل بعنف مع الماء صلب يبقى ده احتمال يكون من فلزات الاقلاء يعني جيد التوصيل للكهرباء والكثافة بتاعته صغيرة نسبية تعالوا نشوف بقى السؤال عايز ايه بالزبط هو بيقول لي حاجة من الاقلاء الاقلاء بتتفاعل بعنف مع المياه يبقى انا في الحالة دي هاختار الرمز Z بعد كده الهالوجينات انت عارف ان الهالوجين كان لافلز وعمتا اللافلز بيكون غالبا غاز يبقى في الحالة دي هاختار الرمز X وبالشكل ده نكمل بقى اسئلة اختياري شوية بيقول لي اختاري الايجابة الصحيحة كل مما يأتي من خصائص الماء فيما عدى متعدل التأثير على عباد الشمس مركب قطبي يزداد حجمه عند التجمد ولا بينحل بالحرارة الى عنصري هو بيقول لي دول كده كلهم خصائص الماء طيب ماشي مين في دول مش بيحصل طبعا ان هو ينحل بالحرارة الى عنصري انا لما باغلي الماء ما بيطلعش غاز الهايدروجين لوحده والاكسجن لوحده يبقى في الحالة دي الاجابة ينحل بالحرارة الى عنصري خاصية مش موجودة في الماء يوجد بين جزيئات الماء روابط نقط هيدروجينية ولا تساهمية ولا ايونية وفلزية ما بين جزيئات الماء مع بعض بتبقى روابط هيدروجينية تجمعهم يبقى في الحالة دي هي هيدروجينية لكن لو الجيئ قال لي جوا جزيئ الماء الواحد بس يبقى في الحالة دي هقول تساهمية وحداية سائل يغلي عند مية درجة مئوية ما هي الخاصية الاخرى اللي بتؤكد انه ماء نقل احنا قلنا ان في صفة مش موجودة غير في الماء وبس وهي انخفاض كسافتها عند التجمع بالشكل دي يبقى احنا خلصنا كده اسئلة اختيارات الموجودة في الجزء ده تعالوا كده نشوف اسئلة علل علل وجود روابط هيدروجينية بين جزيئات الماء ليه في الروابط دي هي الروابط الهايدروجينية اصلا استحالة تتوجد الا في جزيئ فرق السالبية الكهربية ما بين عنصريه كبار جدا ففي الحالة دي هقول لي كبر قيمة السالبية الكهربية للأكسوجين مقارنة بالهايدروجين اللي الاتنين بيكونوا مع بعض الماء علل زوبان السكر في الماء رغم انه مركب تساهمي انت عارف ان المركبات التساهمية في شوية منهم بيزوبوا في الماء وفي الحالة دي لان هما بيعملوا روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء اما لو مش بتعمل الروابط دي فمش هتدوب زي مثلا البنزين يبقى لما يقول ليه زوبان السكر في الماء هقول لان جزيئات السكر بتكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء يلا بينا نكمل اسئلة تانية اكتب الاضرار المحتملة لكل من وانا هنا كده بتكلم على ملوسات المياه بس يا سيدي اول حاجة الرصاص الرصاص كان دايما بيسبب موت خلايا المخ تاني حاجة كانت الزئبق بتسبب فقدين البصر والزرنيخ اللي بيسبب انواع من سرطان الكبد في سؤال تاني بيسألني كده على المفاعلات النووية وبيقول لي هي ليه بتسبب تلوس حراري واشعاعي كمان انت عارف ان لما بنبرد المفاعل ككل بمياه النهر او مياه البحر مثلا بتبتدي درجة حرارة المسطح المائي ده تزيد جدا وده بيقل الارتباط الأكسجن الموجود في المياه فلما تيجي الكائنات تتنفس مش هتقدر ان هي تكتسب الأكسجن فهتموت مخنوقة يبقى يحصل هلاك للكائنات البحرية الموجودة اما بقى تصرب المواد الاشعاعية الخارجة دي من المفاعل النووي نفسه فده يتسبب تلوس اشعاعي وده اللي بتعلي جدا معدل الاصابة بالأورام السرطانية يبقى لما يجي يقولي اشرح لي كده الجملة دي هقولي الكلام اللي انا قلته دلوقتي عند استخدام المياه في تبريد المفاعل النووي هترتفع درجة حرارة المناطق البحرية وينفصل الأكسجن المزاب في المياه وده اسمه تلوس حراري طيب تلوس الحراري بيعمل هلاك للكائنات البحرية اما بقى لما بتتصرب المواد الاشعاعية من نفس المفاعل النووي ده فاللي بيحصل ان بتتصرب المواد دي وتعلي جدا نسب الاصابة بالأورام السرطانية ويبقى احنا كده خلصنا السؤال ده برضو ده من الاسئلة المقالية الكبيرة شوية بيقولي وضح كيفية حماية المياه من التلوس احنا كان عندنا حاجات بتعملها الأفراد وبالشكل ده يتجنبوا الاصابة بالمياه الملوسة وكان فيه برضو حاجات بتعملها المؤسسات هنبتزي بالحاجات اللي بتعملها الأفراد اولا القضاء على التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والحيوانات النافقة في الطرع والأنهار تاني حاجة تطهير خزانات مياه الشرب فوق أسطح العمارات باستمرار وكمان الكشف الدوري عليها تالت حاجة ان احنا ما نخزنش مياه الصنبور أبدا فيه الأزايز البلاستيك بتاعت المياه الغازية وده لأنها بتتفاعل مع الكلور المستخدم فيه تنقية المياه وبالشكل ده بتعلي نسب الاصابة بالأورام دي كده الحاجات الخاصة بالأفراد طب هما الإيه بقى اللي كان فاضل على المؤسسات نشر الوعي البيئي حول حماية المياه سواء بقى في التلفزيون أو في الإعلانات أو في الدروس زي ما احنا بنعمل دلوقتي وكمان تطوير محطات تنقية المياه باستمرار وانهم يعملوا كشف دوري على المياه عشان يتأكدوا من صلاحيتها للشرب يشوف كده سؤال في السريع يفكرك اكتشف العالم نقط مستويات الطاقة الرئيسية في الزر طبعا كان العالم بور بعد كده أكسيد السوديوم من الأكاسيد هو فلز يعني لما يعمل أكسيد طبعا هيكون أكسيد قاعدة في سؤال ثالث جميع العناصر الآتية من أشباه الفلزات احنا حفظناهم مع بعض فيما عدا طبعا اللي مش من أشباه الفلزات هو البروم تعالوا بقى نشوف آخر سؤال كده بيقول لي أكول في الزات تقع في المجموعة نقط 1A ولا 2A 1B ولا 7A طبعا هي في المجموعة 1A ويبقى احنا كده شوفنا مع بعض الأسئلة الخاصة بالوحدة الأولى والحاجات المهمة قوي نتيجي فيها أنا متأكدة بعد الأسئلة دي أي حاجة أعتقد أن أنت تحلها بسهولة جدا جدا النهاردة احنا قلنا الدرس الأول كله ككل بكل حاجة فيه كانت محاولات تصنيف العلماء للعناصر والدرس التاني بكل وصف الجدول الدوري الحديث والصفات التلاتة بعد كده اتكلمنا على مجموعة مهمة من مجموعة 1A والمجموعة 7A وأخيرا ابتدنا أن احنا نتكلم في الدرس الرابع على جزء الماء وبس لأنه هو مهم جدا جدا وابتدنا نقول إيه هي ملوسات المياه طريقة الحفاظ عليها بالشكل ده يبقى احنا خلصنا كل حاجة في الوحدة الأولى وأعتقد ان شاء الله كده الدنيا تكون معاكم تماما يا ربي دايما تكونوا بخير واشوفكم دايما في أحسن حياة باي باي موسيقى